اشتركوا في القناة رياض محرز اليوم اثبت لناصر الخليفي ان النزومية والاموال الطائلة لا تصنع فارق رياض محرز يقدم درس كبير لناصر الخليفي رياض محرز الذي رفضته ادارة نادي مارسيليا يعطيها صفعة ودرس قوي بالاستهتار باللاعب الجزائي رياض محرز يرد على اموال ناصر خليفي في الميدان وبالطريقة والاداء اذا الف نعود ونذكر الف مليون تريليون مبروك للدولة جزائرية رياض محرز التعاول الى الفاينل الى النهائي اذا مقابلة كانت صعبة مقابلة رد الاعتبار للنادي الباريسي لكن رياض محرز وفي لعادته اهانة النادي الباريسي والباريسيين ليلة سوداء للنادي الباريسي ليلة سوداء للباريسيين اذا رياض محرز منذ البداية رغم الضغط وردة الفعل المنتظرة للنادي الباريسي الا ان رياض محرز ابا الا ان يسجل هدف من ارواح ما يكون بالنسبة لينا هدف من ارواح ما يكون القنطرة للمدفع الفرنسي كيكمبي الدولة الفرنسي كيكمبي واللاعب والحارس نافاس القنطرة ايضا بين القدمين اذا مقابلة ممتازة لرياض محرز لو شوفوا لقطة الهدف اللي جام انه هدف رياض محرز اه كانت دايما هذي اللي صراحة ما فهمتاش يعني مفروض ديبروين ينقص شوية من الانانية ديبروين وجه لوجه رياض محرز فضل انه يسجد يسدد يعني بين ثلاث لاعبين انه يسجد يسدد من بعيد عوض ان يعطي الكرة لرياض محرز لكن القدر انصف رياض محرز وسجل رياض محرز قلت هدف القنطرة بامتياز بين القدمين للمدفع والحارس المرمى وهدف ولا ارواح من بعد حاول النادي الباريسي يخلق فرص حاول ماركينيوس اللي استضمت بالعارضة يعني حاول بعض الفرص اللي سامحة لتجهيل اذا النادي باريسي حاول يضغط حاول بكل قوته انه يسجل لكن ما استطاعش رغب بعض الهفوات اللي حذت خاصة الهفوات اللي كان هجوم مضاد وهجوم معاكس للنادي الباريسي يتسبب فيه الخطأ فرناندينيو اللي كان انا بالنسبة لي كنت قلت يعني في بالي انه المفروض هذا اللاعب شوط اول يتم اخراجه الشوط الثاني يدخل اما رودري اما ما يبقاش هذا اللاعب هذا فرناندينيو يعني صراحة شوط الاول تكب العديد من الاخطاء الكورة اللي اعطاها يعني يعني باش يبدل الكورة صاحبه اعطاها للنادي الباريسي اللي يعني جات هجمة معاكسة كانت قبق قوسين او ادنى من تسجيل هدف تعادل ايضا بعض الارتباك من حارس المرمى اللي اعطا الكورة القندوقان اه اللي اه تم قس الكورة اه وكانت اه كورة خطيرة من دي ماريا اذا اه شوط الاول انتهى يعني بضغط صراحة بضغط قوي وكبير من النادي باريسي لكن رفقاء رياض محرز والنادي ماشيستر سيتي استطاعوا ان يحدوا من خطورة النادي الباريسي فالشوط الثاني انتفتح اللاعب رغم انه نادي باريسان شرماء انه ضغط وحاول يضغط لكن انفتح اللاعب بمراوغات من رياض محرز لمراوغات من اللاعب من برنادو سيلفا انانية دي بروين نوعا ما خاصة في الهجمة المعاكسة اللي كان وجه لوجه رياض محرز وفودان اللي كان نوع عقاريب من التسلل لكن فضل يعطي الكورة لفودان عوض ان يعطي الكورة لرياض محرز اللي كان اه في موقف سليم ليس موقف تسلل لكن اه دي بروين اه انا الحد ساعة ما فهمتش علاش هذا الشي رو يدير فيه دي بروين يعني ما فهمتش المفروض يسجل رياض محرز ولا يسجل برنادو سيلفا ولا يسجل فودان هذا يصب في مصلحة النادي مشو في مصلحة رياض محرز تصرف غريب يعني من دي بروين من بعدها كورة اه ولا ارواح من فودان اللي بعيد عن الانانية رغم انه بحاول انه يفرض روحه وحاول انه يسجل بعد ما اه عفوا ان بعد قبل ما يعطي الكورة لرياض محرز هو حاول لكن الكورة المليمترية اللي اعطاها رياض محرز وجامل لاثرها الهدف الثاني لرياض محرز والهدف الثالث لرياض محرز ضد اذا اه فودان اللي اعطاها كورة كورة مليمترية لرياض محرز ورياض محرز السجل الهدف الثاني له والثالث ضد النادي الباريسي الذي كانت كما قلت في البداية ليلة سوداء على النادي الباريسي من بعدها فودان حاول الكورة اه ولا اروع لكنها اصطدمت بالعارضة اه فودان اللي ادى مقابلة ولا اروع اه فودان اللي ادى مقابلة ولا اروع اليوم اه اه حاول اعطاها كورة قلتafa لرياض محرز مكانش اناني نفس怪 برناندو سيلفا اللي معجاد نوعا ما دائما يلعب بالرياحية مع رياض محرز اذا النادي الباريسي اه خروج ديمارية اه كسر النادي الباريسي بالبطاقة الحمراء اه بعد اعتداءه على فيرندينيو كسر النادي اه بارينسنجرما واصبح نادي بارينسنجرما فريق ضعيف جدا خاصة بعد خروج ديمارية وسهالة المأمورية يعني صفة كما شفتها رياض محرز اصبح يتفنن يراوغ فيراتي اسقطه في الارض يعني اريحية تامة كما نقول احنا بالدرجة تعنا بهد اللاعبين المالايير الماليارة نتعى ناصر الخليفي ناصر الخليفي الان يتجرع المرارة مرارتين مرارة الاقصى ومرارة عدم شراء رياض محرز وعدم ضم رياض محرز ظنن منه ان اللاعبين الامريكا اللاتينية البرازيليين والارجنتينيين احسن من اللاعبين جزائريين اذا جاءه اليوم الرد ان رياض محرز لاعب منطينة الكبار لاعب يلعب في المساوى العالي من المرشحين لنيل جائزة احسن لاعب في اه في اوروبا لما لا ان شاء الله لما خاصة خاصة لما يتحصل على اه دوري ابطال اوروبا وكأس شامبيونز ليج راح يكون من احسن يعني من بين المرشحين بقوة لنيل احسن لاعب في اوروبا اذا صفعة وليلة سوداء للنادي الباريسي وليلة سوداء لناصر الخليفي الراسر الخليفي اذا مبروك والف مليون مبروك الف مليون مبروك لرياض محرز قلما ننسى رياض محرز حسب موقع حسكور تحصل لتسعة فاصل ثمانية اعلى تنقيت واحسن لاعب المقابلة موقع سوف أسكور اعطى ايضا رياض محرز تنقيت كبير ثمانية فاصل سبعة لرياض محرز اذا في الاخير ملتقنا مع مزمن الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة